تعزيزاً للقدرات العلمية والمعرفية للمنظمات الناشطة في المجال الحقوقي من أجل تمكينها بالقيام بالدور المنوط بها والمتمثل في الرصد والتحري في مختلف قضايا حقوق الإنسان تأتي أعمال الورشة التكوينية المنظمة من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لصالح نقاط ارتكاز اللجنة في جميع ولايات الوطن لقد نصر قانون النظامي 016-2017 الذي يحدد تشكلة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيم وسير عملها على ضرورة إشراك جميع الجهات التي تصل بالمجال الحقوقي وخاصة المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال وعلى هذا الأساس تم اختيار العديد من المنظمات بناء على معايير ترتكز على الخبرة والنزاهة والشفافية والحيال وكذلك الوجود الميداني على أرض الواقع لتكون نقاط ارتكاز مؤهلة وقادرة على تمزيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحدود الذي يخولها لها القانون أعمال الورشة التكوينية التي تدوم يومين شهدت عرضا تناول الإطار القانوني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونشأتها والمهام التي تقوم بها ترجمة نانسي قنقر